تحية طيبة ومشاهدين الكرام نشرة الأخبار المحلية من السيديوهات قناة عدن الفضائية أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم أعلن محافظ محافظة حضرموت مبخوت بن ماضي عن قرب الانتهاء من مشروع بناء مصفات لإنتاج المازوت والذي شرعت السلطة المحلية في إنشائه منذ عام وثمانية أشهر وأكد بن ماضي في اللقاء الموسع لشرائح ومكونات حضرموت الذي عقد في مدينة المكلة أن هذه المصفات ستسهم في ضمان استدامة توفير المحروقات من مادة المازوت لتشغيل محطة كهرباء المحافظة لافتا إلى أنه تم تسخير العديد من الموارد لإنشاء المصفات في ظل الظروف الحالية الصعبة ولضمان إنشاء مشروع استراتيجي للمحافظة واستعرض محافظ حضرموت صعوبات المرحلة خصوصا بعد توقف لنحو أربعة مصادر إرادات وتوقف تصدير النفط وجهود سلطة المحلية لتجاوز هذه الصعوبات وتحسين الخدمات وعلى وجه الخصوص في القطاع الكهرباء مرحبا بالمساءلة من الأطر الرسمية والرقابية وشكر المحافظ جميع الحضور من مختلف مديريات مدن ومناطق ساحل ووادي وصحراء وهضبة حضرموت مؤكدا أهمية اللقاء الذي يأتي لتوحيد الكلمة والصف لنيل حقوق حضرموت ومطالب أبناءها المشروعة بدورهم أكد المشاركون في اللقاء الذي ضم أعضاء مجلسي النواب والشورى والسلطة القضائية والتنفيذية وأصحاب الفضيل العلماء والمقادمة والمشائخ والشخصيات الاجتماعية والاعتبارية والأكاديمية والثقافية والإعلامية والقيادات العسكرية والأمنية وممثلية الأحزاب والمكونات ومنظمات المجتمع المدني وقطاعات الشباب والمرأة على أهمية جمع الكلمة لتحصين الجبهة الداخلية والتحلي بالحكمة والتحاور والتشاور والمحافظة على نعمة الأمن والأمان ودعت الكلمة التي ألقاها عن العلماء فضيلة الشيخ صالح الشرفي والمناصب والأعيان المنصب حسين شيخ ابن الشيخ أبو بكر وعن مقادمة ومشايخ حضرموت الشيخ فاروق الجابري وعن الأحزاب والمكونات محمد عبدالله الحامد دعت جميعها إلى الخروج برؤية موحدة والحفاظ على السلم المجتمعي والأمن والاستقرار أكد وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء عبدالهادي التميمي أهمية المخيمات الصيفية في تعزيز قيام الانتماء الوطني وغرس المبادئ النبيلة في أوساط الشباب واستثمار طاقاتهم بما يخدم وطنهم ومجتمعهم فضلا عن سقل مواهبهم وتحفيزهم على التفكير الخلاق والابتكار في مختلف المجالات وأشار التميمي في حفل اختتام الانشطة الصيفية التي نظمتها مؤسسة بسمة لتنمية الطفل والمرأة إلى حرص السلطة المحلية على تسهيل أنشطة وبرامج منظمات المجتمع المدنية التي تسهم في استثمار الطاقة البشرية وسياغة الشخصية لتكون أكثر نفعا لذاتها ووطنها فيما أوضح رئيس مؤسسة بسمة محمد بن عبيدون بأن إجمال المستفيدين من الانشطة الصيفية بلغ 700 مستفيد من مختلف الفئات العمرية التي حرصت المؤسسة على توفير لهم أفضل فرص لاستغلال أوقاتهم بالنفع والمفيد وتعزيز مشاركاتهم في المجتمع وتخل لحفل الاختتام الذي حضره ممثلي مكتب الشؤون الاجتماعية والتربية والتعليم عددا من الكلمات والوصلات الفنية وعرض ريبورتاج عن الانشطة نالت جميعها إعجاب الحاضرين اليوم نحن نحضر أختام البرنامج الصيفية لمؤسسة بسمة لتنمية الطفل والمرأة والحقيقة نحن نحيي هذه الجهود التي تلامس أبنائنا وبناتنا بالذات اليفع وكذلك الأطفال في الاستفادة من العطلة الصيفية بإقامة برامج مفيدة تنمي شخصية برامج تنمي المهارات الحياتية وكذلك الاستفادة في اكتساب الكثير من المهن هذه الأنشطة كما تعودناها سنويا في هذا العام في عامها التاسع هذه الشراكة القائمة التي من خلالها تنظم هذه الأنشطة للاستفادة من قبل الطالبات وكذا الطلاب والأطفال من أوقات الإجازة الصيفية واستثمارها في أشياء مفيدة طبعا هذه المرة تم استهداف ثلاث فئات الشباب وفئات البنات وفئات الأطفال فئات الشباب باسم مخيم رواد المستقبل الشبابي والبنات المخيم المحبة والسلام التاسع في نسخته التاسعة وأيضا الملتقاء الطفولي في نسخته الخامسة إجمالي ما تم استهدافهم خلال هذا الصيف ما يقارب 700 مستفيد ومستفيدة من كل هذه برامج الصيفية الحمد لله اليوم الحفل الختامي لمخيم المحبة والسلام والذي شاركنا فيه حيث أن أهدافنا وأهداف مؤسسة بسمة تلتقي في تنمية الفتيات والنساء وهذه السنة الثانية التي نشارك فيها في هذا المخيم الطيب ونتمنى أن نتوفق بشراكات أخرى ناجحة مع مؤسسة بسمة ونتمنى لنا ولهم دوام النجاح والتوفيق نقش اجتماع عقد في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة رئيس هيئة مصائد خليج عدن الدكتور عبد السلام أحمد وفريق من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ووكالة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر برئاسة استشارية البرنامج بلال الشاوش مشروع التنمية المستدامة لمصائد الأسماك في البحر الأحمر والبحر العربي وخليج عدن والممول من البنك الدولي واستعرض الاجتماع مستوى تنفيذ المشروع الذي يشمل دعم وتأهيل وتطوير تسعة مراكز إنزال سمكي في كل من عدن وحضرموت والمهرة وتعز والذي سينفذه مشروع الأشغال العامة إضافة إلى دعم صغار الصيادين عبر تقديم قوارب صيد من المحركات ومعدات الاستياد وتدريبهم على كيفية المحافظة على جودة الأسماك كما بحث الاجتماع آلية تنفيذ المشروع والمواقع المحددة لتنفيذه على مستوى المحافظات المحددة ونقش الاجتماع لجراءات المتعلقة به تدشين مشروع إعادة تأهيل ميناء لاستياد السماكي بالعاصمة المؤقتة عدن والذي سينفذ من قبل البرنامج الإنمائي بدعم من البنك الألماني للتنمية والذي يشمل إعادة تأهيل وصيانة رصيف الميناء بطول 530 متر وعادة تأهيل المبنى الإداري للميناء وكذا صيانة الثلاجة المركزية ساعة 2000 طن ومصنع الثلج اختتمت في العاصمة المؤقتة عدن فعاليات ورشة العمل الخاصة بتفعيل إعلان البحر الأحمر وخليج عدن كمناطق خاصة ضمن اتفاقية ماريول أو ماربول بمشاركة 35 مختصة من الهيئة العامة للشؤون البحرية والموانئ وخفر السواحل وأكد وكيل الهيئة العامة لحماية البيئة عبدالسلام الجعبي أن الورشة ستمهد لإعلان البحر الأحمر وخليج عدن مناطق خاصة ضمن اتفاقيات ماريول التي ستدخل حيزة تنفيذ في يناير 20-25 وأوضح أن هذا الإعلان سيعزز التعامل مع هذه المناطق وفق المعايير الدولية البيئية من جانبه أشار الدكتور زهران الأغوان ممثل الهيئة الإقليمية للمحافظة على البيئة في البحر الأحمر وخليج عدن إلى أن الورشة هدفت لتوعية المشاركين حول تطبيق اللوائح والإجراءات البيئية بالتعاون مع الجهات المعنية وأكد أن الاتفاقية ستضمن إجراءات صارمة لحماية البيئة البحرية من الملوثات وشملت الورشة تقديم أوراق عمل ومحاضرات حول دور الهيئات المعنية في مكافحة التلوث وأهمية مرافق الاستقبال في الموانئ بالإضافة إلى استعراض حادثة سفيرة روبيمار وكيفية التعامل معها اليوم الثاني هذه من الورشة الوطنية التي عقدت بالتعاون مع الهيئة العامة لحماية البيئة والتابع الوزارة المياه والبيئة وبالتنصيق والتعاون مع الهيئة من المحافظة على البيئة البحر عمر وخليج عدن واليوم تم مناقشة عدة مواضيع فيما يخص دور كل قهاء من القهات المعنية وهي الهيئة العامة لحماية البيئة والشؤون البحرية والموانئ في كيفية إعداد إقراءات ومنتطلبات سوف تتناسق مع إعلان البحر الحمر وخليج عدن كمناطق خاصة ضمن اتفاقيات مواربورة على أساس الاتزام بالمنتطلبات والإقراءات المطلوبة لتفعيل إعلان البحر الحمر وخليج عدن كمناطق خاصة في يناير 2025 هذه المعلومات والقيمة التي تأتي في إطار الورشة تعد من أهم المعلومات والبيانات التي من عقلها نأتي في بناء قدرات الكادر الموجودة على مستوى الكادرات العلاقة نظم مكتب وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بوادي حضرموت والسحراء جلسة نقاشية وعوية حول تشريعات الخدمة المدنية بعنوان الإجازات في تشريعات الخدمة المدنية ونقشت الجلسة التي شارك فيها 80 من موظفي المكتب منهم 47 مديراً أو 47 مديراً لإدارة شؤون الموظفين في الإدارات العامة لمرافق الدولة بوادي حضرموت عدداً من المحاول التي تبين الإجازات بحسب تشريعات الخدمة المدنية وأشهد وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون مدينيات الوادي والسحراء هشام السعيدي بمبادرة مكتب الخدمة المدنية بتنفيذ مثل هذه الأنشطة والفعاليات النوعية والمبتكرة والتي ستنعكس إيجاباً على قيادات الكادر الوسطي والأداء العام في المرافق الحكومية بدوره أوضح المدير العام لمكتب وزارة الخدمة المدنية وتأمينة إبراهيم الهدار بأن برنامج الجلسات النقاشية التوعوية يهدف إلى تأهيل الكوادر المستهدفين في عدد من القضايا مثمناً اهتمام قيادة السلطة المحلية ودعمهم لإنجاح أنشطة وبرامج المكتب موكبة للتسارع الرقمي والتطور التكنولوجي التسويقي عقدة أو عقدة مركز التطوير وضمان الجودة بجامعة السعيد في تعز ورشة عمل حول تطوير مناهج برامج التسويق الرقمي بما يؤهل الطلاب الخريجين الانخراط في سوق العمل التفاصيل في تخيل زميلة نعائم خالد عقد مركز التطوير وضمان الجودة بالتنسيق مع كلة إدارة العمال في جامعة السعيد وشة عمل علمية تهدي في التطوير برنامج التسويق من خلال التسويق الرقمي والاتصال وتضمنت الورشة عدد من المحاول التي تتركز على تحسين استراتيجية التسويق الأكاديمي وتحديث المحتوى التعليمي جامعة السعيد الآن تشهد عملية التحول بحيث تصبح جابعة رائدة ومتميزة على مستوى المحلي والإقليمي وعندنا خطة قادرة التنفيذ في تحديث البرامج في إضافة البنى التحدية من ضمن تطوير البرامج اليوم تم لهو عمل ورشة خاصة ببرنامج التحويل برنامج التسويق إلى التسويق الرقمي والاتصال برنامج جديد مطلوب في سوق العمل يتوأم مع الوسائل التواصل الإجتماعية وتسويق الإلكتريني الذي أصبح بديل عن التسويق التقليدي ويتمثل أحد الأهداف الرئيسي للورشة في تسير النقاشات والبناء حول أفضل الممارسات والأساليب الحديثة في مجال التسويق مع مواكبة التطورات التكنولوجية في عالم التسويق من خلال أعضاء هيئة التدريس مع تعزيز القدرات التعليمية وتحزين جودة البرامج الأكاديمية في جامعة السعيد في ظل القيادة الحكيمة لجامعة السعيد الممثلة بالأستاذ الدكتور سامح العريخي نعقد اليوم طبعا ورشة عمل لتطوير برنامج التسويق بمسمى التسويق الرقمي والاتصال طبعا قادت هذه التسمية لأنه التسويق الرقمي والاتصال برزكة صناعة سريعة في الآون الأخيرة نظرا لإحتيار أن العديد من الشركات على مستوى العالم وأيضا على المستوى المحلي بدأت تتبع أيضا المنصات الرقمية والتسويق عبر الإنترنت وبالتالي قادت الفكرة في تطوير برنامج التسويق من القانب التقليدي إلى القانب الحديث وبالتالي بيوفر فرص عمل للعديد من الخريقين ومحترفين أيضا بيكونون في هذا المجال دائما جامعة السعيد تفاجئنا بتطورات تواكب الحدث الجديد وأيضا تواكب التطورات العالمية واليوم في تطوير برنامج التسويق جزء لا يتقذى من هذا التطور التي تسعى له جامعة السعيد في محافظة تعيد معاين خالد لقناة عدن صدائية تعيد عقد قطاع الشباب بوزارة الشباب والرياضة اجتماعا ناقش فيه الترتيبات للاحتفال باليوم العالمي للشباب الذي يصادف الثاني عشر من شهر غصص من كل عام وخلال الاجتماع كده وكيل قطاع الشباب الدكتور مونير ما نعلوم أهمية الاحتفال باليوم العالمي للشباب باعتباره مساحة للاعتراف بالشباب وأدوارهم الهامة في عملية السلام وبناء المجتمعات ومساعدتهم في البحث عن الفرص المناسبة لتمكينهم كشركة حقيقيين وفاعلين في كل مناحي الحياة وأوضح أن وزارة الشباب والرياضة دأبت على الاحتفال بهذه المناسبة كل عام وجعلها مكانا تتعانق فيه تطلعات الشباب وأمانيهم في بناء المستقبل المنشود كما أنه يأتي في إطار حرص الوزارة على الاعتناء بالشباب وتمكينهم في مختلف الميادين والمجالات وكان قطاع الشباب قد وجه في وقت سابق فروع مكاتب الوزارة في المحافظات المحررة بضرورة الاستعداد ووضع الترتيبات اللازمة للاحتفال باليوم العالمي للشباب الذي يحتفي به العالم أجمع بهذه المناسبة بمشاركة أكثر من ثمانية آلاف من النش والشباب اختتمت في مدينة مأرب فعاليات وأنشطات المراكز الصيفية والمخيمات الشبابية في المحافظات غير المحررة التفاصيل في تخير الزميل محمد الجداسي اختتمت فعاليات المراكز والمخيمات الصيفية التي نظمتها وزارة الشباب والرياضان على أمسوى 12 محافظة غير محررة هنا في محافظة مأرب أكثر من ثمانية آلاف مشارك ومشاركة من النش والشباب استفادوا من الأنشطة والفعاليات الإبداعية الثقافية والرياضية والتوعوية أنا الطالبة ردينا أحمد الفرقي من طالبات المخيم جدا سعيدين نحن كنا في هذا المخيم وعرفنا من نحن وكانوا يستهدفون الأطفال ومن فئة الشباب ولكن نحن توعينا أكثر وفهمنا فكرتهم اسمي آلا الحزمي معلمة في مخيم نحن اليوم وصلنا إلى ختام هذا المخيم ولقد أقمنا فيه العديد من الأنشطة أو الأنشطة الترفيهية والرياضية وأخذنا العديد من الدورات التي أعطيت للفتيات منها تنمية الذات وأيضا في جانب العقيدة في جانب الصلاة والأذكار والعديد من الدورات الأخرى التي تعطي الطالبات استفادة من الأشغال اليدوية وأيضا عدة أنشطة في قسم الرسم والإلقاء والإنشاد تمثل المراكز الصيفية والمخيمات الشبابية ركيزة قوية في حماية الوطن من التقريف والهوية الوطنية من مخططات الطمس والتحليف في الحقيقة أن ما نقوم به نحن في هذه المراكز الصيفية أن الطلاب يتلقون العديد من البرامج التعريمية والرياضية والثقافية التي تعزز الهوية الوطنية وحب الوطن وترسخ الولاء الوطني للثورة والجمهورية ومكتسباتها لدى النشئ والشباب وترفع من وعيهم بخطورة المشاريع الطائفية وأيضا تبين لهم دور الأجيال في الدفاع عن الوطن وحمايته والاعتزاز به تميزة المراكز الصيفية بمشاركة واسعة من قبل غيادات وكوادر المحافظات هنا في معرب الحضارة والتاريخة بالله فرصة سعيدة ونحن نزور المخيم الثاني لحرائر محافظة ريمة والذي بدأ من يوم الاثنين حتى اليوم وهذا شيء عظيم حيث أثناء الزيارة وجدنا أنشطة متعددة مع هذا المخيم من كل الجوانب النشاط الثقافي والنشاط الرياضي والنشاط العلمي والنشاط الذي يعبر عن أهمية المرأة ودور المرأة في المجتمع أسهمت المخيمات الصيفية في تحسين حالة الشباب في المجتمعات وتعزيز الانتماء الوطنية والمجتمعية وتعليم المبادرة الأساسية التي تصنع من الفرد مواطنا فاعلا في المجتمع لقناة عدن الفضائية محمد إقداسي محافظة مارب اختتمت مؤسسة إيديا تعليمية البرنامج التدريبي لمعلمات ومربيات روضات سبأ المنتشرة في مخيمات النزوح في محافظة مارب والذي استهدف ستون مربية وثلاثون مديرة روضة بهدف بناء المهارات ورفع الكفاءات وبما يعزز من تجويد خدمات الرعاية والتعليم قبل الابتدائي وفي حفل الختام الذي حضره عدد من القيادات التربوية أشهد مدير عامل تعليم بمكتب التربية بالمحافظة أحمد العبادي بمخرجات روضات سبأ مشيرا إلى أهمية استمرار مثل هذه الجهود التوعوية أو النوعية والتي تسهم بتوفير فرص التعليم الجيد للأطفال بمرحلة الطفولة المبكرة وتعزيز جودة مخرجات التعليم العام من جانبه أكد مدير مشروع روضات سبأ على أن هذا البرنامج التدريبي يعد جزءا من خطة تدريبية شاملة تستهدف تنمية قدرات المربيات لضمان تحقيق مخرجات أكثر نوعية بالتعاون مع مكتب الأشغال المحلية بوادي حضرموت وبتنفيذ من صندوق النظافة والتحسين دشر مدير مديرية سيئون الأستاذ خالد بلفاس حملة تصفية شاملة لمواقع الرمي العشوائي للنفايات في مداخل المدينة والشوارع العامة التفاصيل في التقرير الذي أعده صالح القيسي تصفية لمواقع على الشارع العام تكدست فيها النفايات وتراكمت كذلك التقدس للمشكلات التي يعاني منها المواطن منذ اندلاع الحرب حملة شاملة لتصفية الشارع العام من تكدست النفايات يرشنها مدير عام مدرية سيئون برفقة مدير عام صندوق النظافة والتحسين بوادي وصحر حضرموت من أجل معالجة مشكلة كبيرة الحملة الشاملة لمواقع الرمي العشوائي تأتي ضمن عمل متواصل تقوله السلطة المحلية بوادي حضرموت لتحسين مظهر مدينة سيئون والوادي أجمع بما يعكس استقرار هذه المدينة رغم الظروف التي تعانيها البلاد حملة لتجاوز نفايات تراكمت على الشارع العام نتيجة قلة وعي ولا مبالا على أمل أن يتجاوز واري حضرموت والبلاد عامة الأزمات التي أنهكت المواطن في سبيل مرحلة التعافي نفذ مكتب الصناعة والتجارة بمديرية المنصورة في العاصمة المؤقتة عدن حملة لمراقبة وضبط أسعار بيع الأسماك في المديرية وأوضح مدير مكتب الصناعة والتجارة بالمديرية فيصل محمد أن الحملة تأتي للتأكد عن مدى التزام بائع الأسماك بالأسعار اليومية الصادرة عن هيئة مصاعد خليج عدن وأكد أن مكتب الصناعة والتجارة بمديرية المنصورة سيستمر في تنفيذ الحملة الرقابية على أسعار بيع أنواع الأسماك وضبط المخالفين وإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم ودعا مدير الصناعة والتجارة بالمنصورة المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن المخالفين والمتلاعبين بالأسعار اليومية المقرر للبيع بالتجزئة من مراكز الإنزال التابع على هيئة المصائد والتواصل مع غرفة عمليات مديرية المنصورة بشأن ذلك دشنت مؤسسة بناء للتنمية باشتراك مع برنامج الأغذية العالمي الحملة توعوية حملة توعوية مجتمعية بأهمية الرضاعة الطبيعية بالتزامن مع اليوم العالمي للرضاعة الطبيعية وانطلقت حملة بمهرجان جماهيري تتضمن العديد من الفقرات الفنية والمسرحية والثقافية وتوعوية تناولت في مجملها أهمية الرضاعة الطبيعية وأضرار ومخاطر الرضاعة الصناعية على صحة الأطفال وأوضح مدير مؤسسة بناء للتنمية الدكتور عبد الربو ناصر مضامين وأهداف الحملة التوعوية بأهمية الرضاعة الطبيعية على مستوى التجمعات السكانية ومخيمات النازحين في الختام مشاهدين الكرام أشكركم على كرم الإصغاء والمتابعة وحتى الملتقى في أمان الله اشتركوا في القناة